يكافح النظام الصحي اللبناني من أجل تلبية الاحتياجات خاصة مع استهداف جيش الاحتلال للمراكز الصحية وبحسب وزارة الصحة اللبنانية خفضت مرافق الرعاية الصحية التكاليفة عبر الحفاظ على المخزون عند الحد الأدنى وترك القليل من الاحتياطيات لحالة الطوارئ تحسبا لإطالة أمدي العدوان بعد أن صعدت إسرائيل من غاراتها الجوية وشنت عمليات برية في لبنان الذي يعاني أصلا يكافح النظام الصحي من أجل تلبية الاحتياجات خاصة مع استهداف جيش الاحتلال للمراكز الصحية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم قال إن حصيلة القتلى في لبنان آخذة في الارتفاع والمستشفيات مسقلة بتدفق الجرحة مشيرا إلى أن الأزمات المتعاقبة أضعفت النظام الصحي وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فقد خفضت مرافق الرعاية الصحية التكاليف عبر الحفاظ على المخزون عند الحد الأدنى وترك القليل من الاحتياطات لحالات الطوارئ تحسبا لإطالة أمدي العدوان القطاع الصحي في لبنان كان يشتهر في السابق بأنه أحد أفضل القطاعات الصحية في المنطقة غير أن لبنان يواجه أزمات متفاقمة منذ عام 2019 منها أزمات مالية أعقبت عقودا من سوء الإدارة والتحديات الأخرى تشمل جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020 الذي ألحق أضرارا واسعة بمنشآت البنية التحتية الرئيسية للرعاية الصحية أو دمرها تماما